موسيقى حلّى اليوم الخميث وفد يضم صفراء دول عربية شقيقة بمدينة الداخل وذلك في طر الزيارة تأدف للوقوف على المستوى التنموي المتطور الذي بلغته الأقالم الجنوبية في مختلف المجالات وكذا تأكيد دعم هذه الدول لوحدة المغرب الترابية والثيادته على كامل أراضيها الوفد الذي يضم صفراء المملكة العربية الثعودية والسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن قام خلال هذه الزيارة رفقة مثؤولي المدينة بجولة شملت عددا من الأوراش والمشاريع التنموية بالجهة وقد قدمت للوفد الدبلوماثي العربي شروحات مفصلة حول المشاريع الاقتصادية والأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والمدرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقة وجلالة الملكة محمد الثالث كما استمع كذلك لعروض حول حقيقة الأوضاع بالمنطقة وما تعرف من استقرار والتنمية في مختلف المجالات وقد عبر هؤلاء السفراء عن إعجابهم وتتمينهم للدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة وبما تذخر به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية وبالمجهود الكبير الذي بدلته الدولة في ثبيل الرقي بها منذ استرجاعها إلى حضيرة الوطن وأكد مشاركة ثاكنة هذه الأقاليم في تدبير شؤونهم من خلال المجالث المنتخبة وتأكث هذه الزيارة الدعم الذي ما فتئت تقدمه هذه الدول العربية الشقيقة في المحافل الإقليمية والدولية لوحدة المغرب الترابية والثيادة على أقالمي الجنوبية والتي تجثد من خلال افتتاحها لقنصليات بالأقالمي الجنوبية وبعد خبر مغادرة كولين ستيورت مدينة العيون أفادت مصادر متطابقة من الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تتزم تعيين الكندية إليزابيت سبيهار رئيسة لبعتة المنورثو خلفا لكولين ستيورت وتتمتع إليزابيت سبيهار بخبرة سياسية كبيرة حيث شغلت العديد من المناصب العليا في إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2007 من بينها مديرة قسم السياسات والوساطة وقد عملت مديرة لقسم الأمريكيتين وأوروبا وشاركت في نقاشات عديدة حول القضايا السياسية الرئيسية التي تواجه المنطقة وتشغل إليزابيت سبيهار حاليا منصب ممثلة خاصة للأمين العام ورئيثة قوة الأمم المتحدة لحفظ الثلام بقبرص منذ عام 2016 وكان رئيث بعثة المنورثو كولين ستوارت قد غادر مدينة العيون صوب نيويورك في إشارة على نهاية ولايته على رأس البعثة الأممية بالسحراء قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرناتشا جونزاليسلايا اليوم الأربعاء بأن السيادة الإسبانية على مدينتي ثبتة وامليليا ليست في خطرة ولن تكون في خطرة خلال ردي على الثؤال تقدمت به نائبة برلمانية عن حذب فوكس المتطرف حول الخطر الذي يشكله المغرب على هاتين المدينتين وحسب وكالة أوروبا بريس للأنباء أضافت جونزاليس في معرض ردي على نائبة الحذب المعارض للحكومة بأن الخطر على السيادة الإسبانية بشأن ثبتة وامليليا لا يوجد ولم يكن ولن يكون مضيفة بأن هناك الكثير مما يفرقنا لكن بالتأكيد ليس بشأن السيادة الإسبانية على ثبتة وامليليا وكانت النائبة البرلمانية عن حذب فوكس ماريا تاريزا لوباز ألفاريز قد طرحت سؤالا حول مدى صلابة السيادة الإسبانية على ثبتة وامليليا في ظل ردود الفعل الإسبانية الضعيفة إذا أم وصفته بالابتزازات المغربية للمدينتين ومحصرتهما بعدد من القرارات والسماح لألاف المهاجرين لدخول ثبتة في الأسبع الأخيرة ولم تقتنع نائبة فوكس بردود الوزيرة الإسبانية حيث طالبت بتقديم دلائل على الأفعال وليس مجرد الكلام مرددة مرة أخرى بأن إسبانيا تلقت العديد من الضرابات من طرف المغرب مؤخرا دون أن تكون هناك ردود فعل إسبانية قوية فردت عليها وزيرة الخارجية بأن هذا التدخل قد يكون كل شيء إلا أن يسمى تدخلا وطنيا مضيفة بأن آخر ما تحتاجه إسبانيا الآن هو التفرق وشددت أرناتشا جونزليس لاي على أن الأزمة مع المغرب تتطلب الثرية والفعالية من أجل تجاوز الخلافة الذي نشب بين البلدين منذ أبريل الماضية بعد افتضاح قضية استقبال ذعيم مرتزقة البوليثاريو على ترابها بالرغم من أنه مطالب للقضاء الإسبانية ودون علم المغرب الذي اعتبروا أن هذه الخطوة ضربة لعلاقات حسن الجوار وبالرغم من أن الزعيم المرتزقة رحل عن التراب الإسبانية بعد الاستماع إليه من طرف المحكمة العليا بشأن جرائم ضد حقوق الإنسان إلا أن الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد لم تصل إلى نهايتها ولازال الوضع المتجمد في العلاقات قائما إلى حدود الثاعة وتذببت الأزمة الدبلوماسية في إلغاء عملية مرحبة المخصصة لعبور الجلية المغربية عبر التراب الإسبانية حيث قرر المغرب السماح لدخول الجلية عبر التراب الفرنسي والإيطالي فقط مع السماح فقط للرحلات الجوية عبر المطارات من إسبانيا دون الاعتماد على التنقل البرية والبحرية وشكل قرار المغرب إلغاء عملية العبور مع إسبانيا صدمة لكثير من المدن الإسبانية الجنوبية التي كانت تنتظر فصل الصيف لتنظيم عملية العبور بالنظر إلى ما تدره هذه العملية من أرباح تنعيش العديد من القطاعات كالفنادق والمطاعم ومحطات البنزين وغيرهما كان خبر مصدقة المجلس الحكومي الإسباني على مقترح العفو عن مجموعة من زعماء إقليم كتالونيا المطالب بالاستقلال المدانين قضائيا بتهم مختلفة على خلفية تنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا سنة 2017 أهم حدث سياسي في إسبانيا يوم التلثاء والذي يمكن أن يطوي صفحة ثوداء من تاريخ الثراعة بين الحكومة المركزية والراغبين في الاستقلال غير أن الملاحد هو أن العفو لم يشمل أبرز الأثماء المرتبطة بهذا الملف ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق للإقليم كارلوس بوكديمونتا وشمل العفو تسع قادة انفصاليين أبرزهم نائب رئيس الحكومة الإقليمية في 2017 أوريول جونكيراث رئيس حزب اليسار الجمهورية الكتالونية الذي تلقى حكما بالسجن النافذ لثلاثة عشر عاما إلى جانب كل من جوردي تورول وراول روميبا ودولوريس باثا المستشارين في الحكومة الإقليمية صفة عادل رتبة وزير الذين كانوا محكمين بإطناع عشر سنة وذملائهم في الحكومة جوزي برول وجواكين فورن المدانين بعشر سنوات وكارمي فورداكيل الرئيس السابق لبرلمان كتالونيا التي كانت تقضي حكما بإحدى عشر عاما وستة أشهر ولم يشمل العفو بوكديمونت ومجموعة من السياسيين الكتالونيين الآخرين الموجودين خارج إسبانيا وذلك في السياق سياسي عادت فيه المشاحنات بين الزعيم الكتالونية الأبرز وبين الحكومة المركزية خلال الأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا وذلك عندما غرد قائلا آمل أن لا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف لهيب القومية الإسبانية ثبت ومليليا مدينتان إفريقيتان وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط من خلال إرت الماضي الاستعماري الذي سمح للأوروبيين بامتلاك أرادنا خارج أوروبا مضيفا أن للمغرب الحق في إطارة مسألة السيادة على المدينتين وكان السياسيون الفارين من إسبانيا قد استفادوا من صفتهم كعضاءه في البرلمان الأوروبي للفرار من قبضة المحكمة العلية الإسبانية وفي مارسا الماضية كانوا على وشك أن يسلموا إلى مدريد بعدما صوتت المؤسسة التشريعية الأوروبية لصالح مقترحين برفع الحصانة عنهم لكنهم نجحوا في استعادتها بحكم قضائي صادر في بداية شهر يونيو ألجيريا تطل قضية الصحراء مرة أخرى على إسبانيا لتخلق لها أذمة جديدة وهذه المرة ذات طابع اقتصادية وذلك بعدما دق الفلاحون الإسبان ناقص الخطرة بخصوص الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر التي أطلقها الملك محمد الثالث في الخامس عشر فبراير 2020 والتي ستشمل إنشاء خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الخاصة بإنتاج الطماطم في الأقاليم الشنوبية للمملكة بالصحراء المغربية والتي سيكون جلها موجهة لتصدير ما يعني تهديد الطماطم الإسبانية بالكسادة ودقت تنفيقية منظمة الفلاحين ومربي الماشية في إسبانيا ناقص الخطر بخصوص هذا البرنامج الممتدم بين 2020 و2030 وتحديدا فكرة إنشاء خمسة آلاف هكتار من البيوت البلاستيكية الخاصة بذراعة الطماطم في منطقة الداخلة وهو الأمر الذي سيقتل في نظرهم هذه الزراعة في مناطق ألميريا وملقا وغرناطا ومرسية جنوب البلاد لكون النسبة الأكبر من المنتوج المغربية ستوجه للثوق الأوروبية أي أنها ستنافس الطماطم الإسبانية في معقلها الرئيسة ويرى المزارعون الإسبان أن المنافسة مع المغرب غير متكافئة فالريباط تشكل حاليا الخصم الأول للطماطم الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي ومع إضافة خمسة آلاف هكتار إلى إجمالية المساحة المزروعة بهذه المادة سيعني ذلك القضاء على المنتج الإسباني وخسرت المئات من العاملين في القطاع لعملهم خلال الثنوات القادمة لذلك فإنما يقترحونه لمواجهة المشروع الذي يصفونه بمدينة الطماطم الكبرى هو تصدي الاتحاد الأوروبي للصادرات القادمة منها على أساس أن مصدرها منطقة متنازع عليها ويدفع لوبي الفلاحين الإسبان في تجاه حثي بروكسل على تأثيذ مراقبة الصادرات الفلاحية المغربية المتمتعة بامتياز جمركية من خلال فرض قيود صارمة على المواد الغذائية الفلاحية القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية تبعا لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية قبل خمس سنوات والذي يسمح باسترادها شريطة الإشارة لمصدرها واستثمار عائدتها لصالح مشاريع التنمية الموجهة لثكان الصحراء المغربية اترى تنصيقية الفلاحين أن الرباط لا تحترم ذلك وتحديدا ما يخص الإشارة للمصدر والمتير في الأمر هو ازدواجية المعايير التي تتعامل بها إسبانيا بخصوص الأنشط الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمغرب فمدريد قاتلت داخل الاتحاد الأوروبية حتى يتم القبول باتفاقية الصيد البحرية مع المغرب التي تستفيد منها سفنها بحصة الأسد رغم أنها تشمل الخطة الساحلية الأطلسي للمملكة من طنجة إلى الحدود الموريثانية لكنها تريد استثناء الصادرات المغربية الفلاحية من قرار مماثل رغم أن الصواق العديد من دول الاتحاد الأوروبية تستفيد من الثعر التنفسي والجودة العالية للمنتجات المغربية